وصل مئات المستوطنين إلى منطقة قبر يوسف بالقرب من مخيم بلاطة شرق نابلس تحت حراسة مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلية وفادت وسائل إعلام فلسطينية أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال اختحمت المنطقة وانتشر عشرات الجنود في محيطها وعلى أسطح المنازل قبل دخول أكثر من أربعين حافلة تقل ما يقرب من ألفين مستوطن إلى منطقة القبر قدمين من محاور عدة من بينها شارع القدس ومنطقة المسلخ اشتركوا في القناة